رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكشف النقابة في دردشة مع الإعلاميين عن حلين الأول عن صيرة تم التوصل إليها في موضوع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على أن تطرح مع المفتي قباني والثاني بإعلانه تمويل سلسلة الرواتب في الجلسة الحكومية المقبلة على أن تخالى على مجلس النواب بعدها حلان أعلنهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرع الأول بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذين غاب عنهم الرئيس عمر كرامي لأسباب اضطرارية وهذا الحل يفضي بحسب ميقاتي إلى تأجيل اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان مقررا يوم السبت وذلك بعد التوصل إلى الصيغة لم يشأ ميقاتي الإفصاح عنها مكتفيا بالقول أن هذه الصيغة ستطرح على المفتي قباني مؤكدا أن الرئيس السانيورا بدى منفتحا وإيجابيا لناحية طرح الحل وعما إذا كانت إقالة المفتي مطروحة أجاب ميقاتي لم نثر الموضوع والإقالة غير مطروحة إذا وافق على الحل وإذا لم يوافق فلكل حادث حديث أما الحل الثاني الذي أفصح عنه ميقاتي في دردشة مع الإعلاميين فكان في بشرة تمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي سيقر في جلسة الحكومة التي تم تقريب موعدها من الثلاثاء إلى الاثنين على أي حال بعدها على مجلس النواب الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء الإضراب يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي بحسب ميقاتي أما في موضوع داتا الاتصالات فجدد رئيس ميقاتي قوله إن على وزير الاتصالات أن يسلم الداتا مؤكدا أن ليس في أدراج الحكومة أي طلبات عالقة في هذا الخصوص فهو لم يصله طلب من وزيري الدفاع والداخلية إلا ووقعه وفي ملف قانون الانتخاب كرر ميقاتي أن الحكومة ملزم القيام بواجباتها حسب المهل القانونية ولا يفسر ذلك وكأننا مع قانون الستين أو تخلينا عن مشروع الحكومة يستطرد ميقاتي فهناك فرق بين الرأي القانوني والرأي السياسي في هذا الموضوع أنا في رأي السياسي لست مع الستين ولكن فليعطني أحد غطاء قانونيا للحكومة لمنعها من المضي بالتحضيرات للانتخابات على أساس هذا القانون وإلا فليجتمع مجلس النواب ويلغي الستين أو يقر قانونا جديدا أو يلغي الانتخابات ميقاتي وتعليقا على كلام الحريري واتهامه بتلقي رشوة من حزب الله شرط دعم السلاح أجاب هذا الاتهام ليس بجديد أنا مع حرية الرأي وأحترم الرأي الآخر مضيفا نحن لسنا ضد أن تكون الدولة هي الآمر الناهي ويدنا بيد سعد الحريري في موضوع أولوية الدولة وفي نتائج تحقيقات حدثت بيرغاس وعلاقتها بزيارة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك لبنان أوضح ميقاتي أن زيارة هيك كانت مقررة سابقا وليس على علمي أن هناك رسالة ما يحملها هيك إلى لبنان في هذا الخصوص الرئيس ميقاتي استغرب كلام بعضهم عن أن الحكومة تقوم بتغطية ما يسمى تهريب المزوت إلى سوريا مؤكدا أن من تقوم بتصدير المزوت إلى سوريا هي شركات خاصة وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمنعها من ذلك وفي الوقت عينه لفت الرئيس ميقاتي إلى أن لا قرار بحضر دولي صادر عن مجلس الأمن تجاه سوريا في هذا الموضوع من السراء الحكومي جويس عائي أم تي في